موسيقى بدأ الأردن مباحثاته مع صندوق النقد الدولي الشهر الحالي للحصول على تسهيل الصندوق الممدد ليحل محل البرنامج الذي انتهى العمل به في شهر آبا الماضي وتوقع صندوق انتهاء المفاوضات في شهر شباطة المقبل وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال إن البرنامج جاء جديد يهدف للمساعدة على طرح إصلاحات لدفع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص بعد انتهاء البرنامج السابق الذي أحدث استقرارا ماليا وتقدما محدودا في دفع الإصلاحات الهيكلية وأضفت كوستيال في تصريحات صحفية أن الجانبين أجرياء مباحثات بشأن حجم التمويل الذي لا ينتظر أن يكون بنفس حجم الاتفاقية المؤقتة الأخيرة وأوضحت أن الاتفاق الجديد سيركز على تقليل الدين المتنامي والمتوقع أن يرتفع لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام مقابل 91% بنهاية 2011 ترجمة نانسي قنقر